السلام عليكم اهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة نرضى معنا دس جديد بعنوان وطني اولا التعريف بالشاعر هو شاعر احمد محمد الصديق وولد في شفا عمر قرب مدينة عكب بفلسطين سنة 1941 درس بالازهر الشريف وحصل على الدبلوم العام في التربية بجامعة قطر وله دواوين عديدة منها نداء الحق وطبعا هنأسم النص لعدة اقسام اولا دعاء الشاعر الوطن وقاك الله يا وطني من الافات والمحني وطانك يا حمل اسلام من شر ومن فتني فداؤك مهجتي ابدا ولست امن بالثمن المفردات وقاك حفظك وحماك وعكسها اهملك وضيعك الوطن المكان الذي تربى فيه الانسان وجمعها اوطان الافات الامراض او الفقر والقهط والمرض ومفردها افة المحن البلاء والشدة ومفردها محنة وعكسها الفرج والرخاء صانك حماك وحفظك وعكسها ضيعت حما المكان الذي يجب حمايته شر سوء وجمعها شرور وعكسها خير فتن ابتلاءات ومفردها فتنة فداؤك تضحية لك مهجتي المهجة دم القلب والمرض منها روحي وجمعها مهج ابدا دائما امن افتخر بالعطاء السمن المقابل وعكسها العطاء وجمعها اسمان الشرح يدعو الشعر الوطني بالسلامة والحماية من المحن والفتن وان يحفظ وطنه من جميع الشدائد والابتلاءات وان يصونه فهو حصن الاسلامي يجب حمايته من شر الاعداء ويبين مدى حبه لوطنه لدرجة انه يضحي بروحه من اجله ولا يفتخر بهذا العطاء ولا يطلب سمنا لذلك بما دع الشعر الوطني ولماذا دع الشعر الوطني بالسلامة والحماية من الفتن والابتلاءات وان يصونه من الشرور فهو حصن الاسلام وهذه القصيدة من الشعر الوطني لان الشعر يتحدث عن واجب الانسان نحو وطنه الدفاع عن الوطن واجب ديني وقومي علل لما تقول ديني لان الله يدعو كل انسان الى الدفاع عن وطنه فقال الرسول الله ان من مات مدافعا عن ارضه او ارضه او ماله فهو شهيد ينال الدرجات العلا والنعيم الدائم في الجنة ووطني لأفضال الوطن علينا فنحن تربينا على ارضه وشربنا من مائه وتنفسنا هوائه واكلنا من خيراته الجماليات وقاق الله وقاق الله تعبير جميل فيه دعاء من الشاعر بحماية الوطن وسلامته وفيها حسن للبداية يا وطني تصوير جميل صور الوطن بانسان يدعو له وهو اسلوب نداء ورده التعظيم وطني اضافة كلمة وطن الياء المتكلم تدل على حبه على حبه الشديد الوطن وللتخصيص والاعتزاز الافات والمحن جمع تفيد كثرة المحن التي مر بها الوطن والعطف بينهما افاد التنوية صانكي دعاء من الشاعر للوطن بان يحفظه الله من كل سوء يا حما الاسلام اسلوب نداء للتعظيم الاسلام معرفة للتعظيم حما الاسلام تصوير جميل صور الوطن بحصم يحمي الاسلام اضافة الاسلام الى الحما للتأكيد على عظمة الوطن ودوره في حماية الدين وتكرار الدعاء في البيت الثاني يؤكد مدى حب الشاعر لوطنه وشر وفتن نكرتان للتحقير والتهويل والعطف بينهما يدل على شدة البلاء وتنوع المصائب وقشوتها وتفيد العموم والشمول وقاكي وصانكي بينهما ترادف يوضح المعنى ويقويه واستخدام كاف الخطاب في الكلام السابق مثل فداءك وقاكي صانكي تفيد استحضار الصورة فداءك مهجتي تعبير يدل على شدة التضحية وشدة الحب للوطن فداءك مهجتي وفداءك مالي أيهما أجمل ولماذا الأولى أجمل لأنها تدل على شدة التضحية فالروح لا تعود أما المال يمكن تعوضه أبدا تدل على أن التضحية الدائمة في أي وقت لست أمن بالسمن أسلوب نفي بليس غرضه التوكيد ليدل على افتخاره بتضحيته الوطن دون مقابل وهذا يدل على ارتباط الشعر بوطنه وتضحيته من أجله ثانيا حب الشعر الوطن سأبني مجدك العالي قويم النهج والسنن أحبك سيدا حرا عظيما عظيم الشأن يا وطني ففيك أواصر القربة وطيب الأنس والسكن المفردات أبني أشيد وأقيم وعكسها أهدم مجدك شرفك وعزك وجمعها أمجاد وعكسها الحقارة العالي المرتفع العظيم وعكسها المنخفض الوضيع قويم معتدل ومستقيم وعكسها معوج النهج الطريق المستقيم وجمعها نهوج ونهج السنن الطريقة والمثال ومفردها سنة سيدا شريفا عظيما وجمعها السياد وسادة وعكسها عبدان حرا طليقا غير مقيد وعكسها مقيدا عظيم عالي القدر وعكسها حقير وجمعها عظماء الشأن الأمر والحال وجمعها شؤون أواصر روابط وعلاقات وانفردها أصر وعكسها فواصل القربة الأقارب طيب أحسن وأفضل وجمعها أطياب وطيوب وعكسها سوء ورداءة الأنس السكن والألفة والسعادة وعكسها الوحشة السكن المسكن والمقر وجمعها أسكان الشرح الوطنة تمنى لوطنه أن يراه حرا عظيم الشأن الجماليات سأبني مجدكة العالي تصوير جميل للمجد ببناء عالي عظيم يشيده الإنسان يشيده الإنسان وصور نفسه بعامل بناء يبني الوطن إضافة العالي إلى مجد تدل على شدة العظمة واستخدام كافي الخطاب لاستحضار الصورة العالي معرفة للتعظيم قويم النهج والسنني تصوير جميل للوطن بطريق مستقيم معتدل وعلاقاتها بما قبلها تفصيل بعد إجماد أحبك سيدا حرا تصوير جميل صور الوطن بالإنسان الحر وهو تعبير يدل على شدة حب الوطن يحمل معنى التمني يا وطني اسلوب نداء للتعظيم وشبه الوطن بإنسان ينادى عليه وتكرارها للتوكيد الشأ معرفة للتعظيم وإضافتها إلى عظيم لتدل على علو شأن الوطن سأبني وأحبك فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار سيدا محرا نكرتاني للتعظيم فيك أواصر القربة اسلوب قص يفيد التخصيص والتوكيد عن طريق تقديم الخبر على المتدأ أواصر جمع الكسرة ونكره للتعظيم طيب الأنسي والسكني العطف بينهما يدل على انتشار الأمن والطمأنينة وزوال الوحشة استخدام حرف العطف الواو يدل على مدى ارتباطه بوطنه وتأكيد على فضل الوطن أسباب حب الوطن وفيك روائع الذكرى تسطرها يد الزمني وفيك الدين والتقوى ونور العلم والفطن وظل كموئل الغالي ومهو الروح والبدني المفردات روائع مفردها رائع أي أجمل وأحسن الذكرى الذكريات تسطرها تكتبها ويد جمعها أياد أيدي وأيدي الزمن الظهر وجمعها أزمان وأزمنة الدين العقيدة وجمعها الأديان التقوى الخسية والإيمان وعكسها الفساد نور جمعها نوار وعكسها ظلام العلم جمعها العلوم الفطن الزكاء والمهارة ومفردها فطنة وعكسها الغباء ظلك العيش تحت سمائك وجمعها الظلال موئلي مرجعي وجمعها موائلي مهربي وعكسها مهربي والغالي العزيز وعكسها البقيس والرخيس ومهوى موضع الحب وجمعها مهاوي الروح النفس وجمعها أرواح البدن الجسم وجمعها أبدان الشرح يبين الشعر أن للوطن انتصارات عظيمة وأمجاد سجلها الزمن على مر السنين يجد فيه كل إنسان الدين والتقوى وأهله يتميزون بالإيمان بالله والتقرب إليه فهو مهد الأديان السماوية ومنبع الحضارات التي أفادت العالم فنحن نعتز به وروح الشعر تهيم به بما وصف الشعر الوطن في الأبيات السابقة وصفه بانتصاراته عظيمة وذكرياته يسجلها الزمن وأهله يتميزون بالإيمان والتقوى ويلجأ إله كل إنسان فيجد الأمن والأمان وحبه لا ينتهي ولماذا أحب الشعر وطنه حبا شديدة لأن الوطن مقر السكن والأمن والذكريات الطيبة على مر العصور ولأن الوطن الغالي وحد الإيمان لجميع الطواف ولأن الوطن موضع حبه وتقديره وما علاقة هذه الأبيات بما قبلها تفصيل بعد إجمال للتوضيح وما مصدر الموسيقى في الأبيات اتفاق أواخر الأبيات في حرف النون مثل الزمن والفطن والبدن وما العاطفة المسيطرة على الشهر في الأبيات عاطفة الحب والاهتزاز والتعظيم والتمجيد للوطن والإيمان برسالة المواطن الصالح في وطنه الجماليات فيك روائع الذكرى أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور يفيد التوكيد والتخصيص وهو يدل على عظمة التصارات الوطن روائع جمع للكسرة تسطرها يد الزمن تصوير جميل صور الزمن بإنسان له يد يكتب الذكريات وهذا يدل على مجد الوطن فيك الدين والتقوى ونور العلم والفطن البيت يدل على تقدم الوطن وانتشار العلم والحضارة والتدين والعطف بينهم يدل على تعدد مزايا الوطن فيك الدين أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور يفيد التوكيد والتخصيص فيك الدين والتقوى تعبير يدل على أن الوطن فيه كل الأديان لجميع الطوائف فهو ملجأ الجميع نور العلم تصوير جميل صور العلم بمصباح ينير ما حوله وهذا يدل على قيمة العلم ظل كموئلي تصوير جميل صور الوطن بشجرة لها ظل يعود إليه ويستريح تحته وأضاف الغالي إلى موئلي ليدل على عظمة الوطن ما هو الروح والبنن تعبير جميل يدل على شدة حبه لوطنه